اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة من علاقات تاريخية متميزة وما وصلت إليه من تطور ونمو في مختلف المجالات لافتا سموه إلى أهمية الاستمرار بالدفع بالتعاون الثنائي نحو مستوية أرحب بما يحقق أهداف البلدين وتطلعاتهما المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله سعادة السيد جيمس كليفرلي وزير الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة في إطار حضور سموه نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة حيث أكد سموه على ما تشهده العلاقات البحرينية البريطانية من تقدم على كافة الأصعدة بما يؤكد الحرص المتبادل على دعمها وتقويتها منوها سموه بما وصلت إليه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من مستويات متقدمة وأهمية تعزيزها بما يحقق التطلعات المشتركة كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتعلق بالجهود المبذولة للتعامل مع التغيرات المناخية ترجمة نانسي قنقر